اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جلسة علنية هذه المرة من محافظة مادمة اكثر من 290 الف طالب على مقاعد الدراسة الجامعية يضاف اليهم 380 الف طلب توظيف لديوان الخدمة المدنية وهذا يعني ان على الدولة ايجاد فرص عمل لنحو 600 الف شاب اردني الدولة ذاتها تقول ان مؤسساتها مشبعة بالموظفين وانها لا تستطيع توفير الا 10 الف فرصة عمل في العام الواحد في احسن الاحوال ما المخرج اذا في حلقة اليوم لدينا نماذج لشباب لم ينتظروا ديوان الخدمة المدنية للتعيين بل اجتهدوا لاقامة مشاريعهم الخاصة وسيشرحوا لنا قصص نجاحهم على امل ان يكونوا نماذج يحتذى بها لغيرهم من الشباب الباحث عن العمل وسيكون هنا على المنصة ضيوفي ليكونوا مرشدين ومساعدين للشباب الباحثين عن العمل وسيقدموا خبراتهم وارشاداتهم وآليات توفير الدعم ان امكن لهم ارحب بداية بعطوفة مدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهدي والتقنية السيد هيثم الخصونة اهلا ومرحبا بك كما ارحب بالرئيس التنفيذي لمركز تطوير الاعمال السيد نايف السيتية اهلا ومرحبا بك وارحب ايضا بسيدة كرم الشخانبة رئيس قسم التمويل في صندوق التنمية والتشغيل فرع مادبة اهلا ومرحبا بك كما ارحب بضيوفي هنا الشباب من مختلف محافظات المملكة من الطفيلة معان مادبة جرش الزرقاء اربد الاغوار الشمالية ومحافظة عجلون والكرك ومحافظة المفرق اهلا ومرحبا بكم للمشاركة في هذه الحلقة وسابدأ معكم انتم مباشرة الان وابدأ بالسؤال عن اصحاب المشاريع الريادية الذين انشأوا مشاريعهم واوجدوا ايضا فرص عمل لنتعرف على هذه المشاريع ما هي المشاريع وهل واجهتكم اي صعوبات اثناء انشاء هذه المشاريع وبالاضافة الى عدد المشغلين في هذه المشاريع اتعرف بك اولا ما هو المشروع اعطيك العافية انا سامح اشعر من محافظة نادبة طبعا مشروع مشتغل البيسة مهنية انا بدايتي كانت طالب هندسة الميكانيك واتخرجت من هندسة الميكانيك بعد فترة انه كان مركز تطور اعمال كان في عندهم دورة ريادة اعمال فاخدت الدورة هاي كانت مدة تقريبا شهر ونص بعد ما خذنا الدورة تخرجنا منهم موجهون لصندوق التنمية والتشغيل يعني صندوق التنمية والتشغيل بداية صندوق التنمية والتشغيل استقبلوني واعطوني فكرة انه اقدم مقتلح المشروع اللي انا بديها وبعدها انه يدعموني بالتمويل فانا كنت مقدم انه عمشغل خياطة صغير بالبداية كانت بالالفين وستعاش كانت بلشت تقريبا خمس مكينات ست مكينات خياطة يعني كان في عندي اربع موظفين خمس موظفين بدايتي حاليا انا عندي ستة واربين موظف يعني عن طريق مركز البيديسي اللي هو تطوير العمال تابعني حاليا عندي ستة واربين موظف وان شاء الله انه خلال الاشهر القادم راح يكون عندنا تقريبا مية ومية وعشرين موظف لانه حاليا احنا بدنا نطور ونعمل مصنع جديد بالمدينة مصنعية جديدة طيب حسامي يعني بدأ العمل في المشروع في عام الفين و ستة عشر طيب لديك الان ستة واربعين موظف هل هم مؤهلون بداية العمل هل قمت بالاعلان بانك بحاجة الى موظفين مؤهلين ام ان ستة واربعين موظف جاءوا من طريق المؤسسات المختصة في هذا الموضوع لا احنا كانوا مركز البيديسي تطوير العمال عملنا معهم كان في مشروع عملنا اللي هو تدريب وتوظيف عن طريق التعاون مع اليونسف كان يدربوا عندي ويوظفوا بمباشرة يعني كنت انا ادربهم من طريقهم ويوظفهم طيب من خلال من عام 2016 الى غاية هذه اللحظة عسام هل واجهتك اي مشاكل لربما في العمل او في من ناحية التمويل من البداية من البداية لا كنت بالبداية انه كنت خائف من التمويل بس يوم تجهت واجهني لصندوق التلمي والتشغيل ما واجهت اي صعوبة ويعني صندوق التلمي والتشغيل هو كان مساعدني واجهني انه كان متابعني كمان طيب سبب الخوف في البداية من التمويل سأنا بالبداية انه يعني كنت زي منظرة الشباب انه وليش ما في من بدأ اجيب تمويل ما في شغل بس يوم توجهون لصندوق التلمي والتشغيل لا شفت العكس انه استوعبوني وعطوني انه جيب المقترح مشروع وشو مشروعك هم متابعوني كمان شكرا لك عسام سأخذ مشاركة اخرى لمشاريع شغلة موظفين طبعا انا فاطمة ابو محفوظ قصة نجاح اني يعني زوجت صغيرة وما كملت تعليمي بعدين اتجهت لجهة مانحة وحصلت على منحة خمس الاف الخمس الاف هاي عملت فيهم فتحت جمعية غير ربحية فتحت فيها مطبعة وفتحت فيها مخيطة وبندرب السيدات على الحرف اليدوية في محافظة طفيلة طبعا احنا لجأنا لمشاريع تشغل بالدرجة الاولى السيدات لانها محافظة طفيلة منطقة فيها بطالة لدرجة لا توصف فبعد فترة بصراحة احنا الشغلات اللي بنشتغل عليها دخلناها لأول مرة في محافظة طفيلة اللي هي طباعة على الدروع والمقات والتشيرتات هاي شغلة مش موجودة بالجنوب كلها فكان عندي صعوبة انه في التدريب كيف انا بدي اجيب موظف بس مش مؤهل لهذا الموضوع فلجأت لمركز تطوير الاعمال عن طريق الفيسبوك تعرفنا عليهم سمعنا عنهم انهم بيدربوا وبيوطفوا من خلال هذا التدريب لجأنا لهم حكنا لهم عن مشروعنا اللي موجود فهم يتبرعوا لنا انه يكون فيه مدربين مشرفين مميزين ذات مهارة عالية انهم يدربوا فيهم الشباب عندنا ومن بعد ما يتدربوا هدول الشباب انهم يثبتوهم عندنا في توظيفة واحنا ندفع الراتب طبعا كان فيه التكاليف كلها خلال التدريب التلات شهور مغطية من خلال مركز تطوير الاعمال فكل الشكر لمركز تطوير الاعمال للجهة الممولة اللي هي اليونسيف وبصراحة أنا حاليا عندي 25 موظف كلهم شباب وصبايا واللي بسعى له حاليا يعني كونه اول مرحلة نجحنا فيها بسعى انه مركز تطوير الاعمال ويريت انه استاذ نايف استاتي يسمع مني انه انطور المشروع اللي احنا بنشتغل عليه من خلال التطوير انه بنوفر فرص عمل اخرى للشباب والصبايا في محاوظة طفيلة طيب فاطمة يعني من خلال قصة النجاح وتسلسل هذه الجمعية التي افتتحت مطبعة ومخيطة وشغلت 25 موظف الرسالة التي توجيينها للشابات وايضا الشباب العاطلين عن العمل الذين ربما ما زالوا يبحثوا عن فرصة عمل او بانتظار ديوان الخدمة المدنية ما هي الرسالة؟ تمام انا هلأ بالنسبة الي باش يعني بطلب من كل شاب وصبية بسمعوني عبر قناة المملكة انه ما يستنى لمعاشي هادة ما يستنى ديوان الخدمة المدنية يستنى الوظيفة في منظمات في مركز تطوير الاعمال في اليونسب بتقدم اليه انه يتدرب ويتوظف من خلال هذا المشاريع وانا يعني بصراحة لمعلوماتهم يمكن هما فيه شغل ما بيعرفوها انه المشاريع الانتاجية والخاصة يمكن تدر عليهم رواتب افضل من الوظيفة الحكومية فشجى كل شخص في محافظة طفيلة انه يلجأ لنفسها جمعية عراقة احنا رح نوصلهم للجهات الداعم والجهات اللي بتمولهم واللي بتدربهم واللي بتوفر لهم الفرص الان. شكرا لك فاطمة يعني قصص نجاح بالفعل تستحق التشجيع وتستحق الدعم سواء لحسام او فاطمة وساخد مشاركة اخرى ايضا لقصة نجاح من احد الشباب انا الدكتور احمد العمايري عميد مع احد الفسيفساء في مادبة اول اشي احنا المشاريع اللي بننفذها في مادبة هي مشاريع في فن وانتاج وترميم الفسيفساء نحن عملنا منذ عام 2013 بتشاركية مع صندوق التدريب التشغيل التعليم التقني المهني مشكورا من 2013 واحنا كل سنة بنعمل معهم على اتفاقيات الثنتين التفاقية الاولى احنا بنجيب الطالب عندنا لمدة سنتين بندرسه على حساب السندوق وبنعطيه مئة وعشرين دينار راتب شهري بعد ما يتخرج الطالب بنعقد اتفاقيات ثاني بحيث انه نفس الطالب اللي تخرج ندربه عندنا لمدة سنة ونشغله لمدة سنة تشغيل براتب مئتين وخمسين دينار فنعطيه شهادة مهنية وشهادة وشهادة تعليمية الآن احنا نتهاجنا نهج ثاني وبالتعاون مع الصندوق وبالتعاون مع مجلس محافظة مادبة بالتخصصات الراكدة اللي في المحافظة الآن بعض التخصصات الراكدة في ديوان الخدم المدني ما لها اي توظيف الآن نبدأ بتنفيذ مشاريع من خلال بنجيب الخريج خريج الجامعات او التخصصات الراكدة من لمدة ست شهور بندربه عندنا شهرين واربع شهور بنتج لوحات بالست شهور بنعطيه راتب مئتين وخمسين دينار فبكون هو فبكون خلال السنة هاي طبعا الست شهور اللي بتدرب فيهم ويشتغل فيهم بكون خاضع للقانون الضمان الاجتماعي كذلك الآن في تنفيذ مشروع مع مجلس محافظة مادبة من خلال مجلس محافظة مادبة تدريب وتشغيل على نفس المشروع الآن سيتم تنفيذ لمئة طالب وطالبي سواء خريجين معهد او تخصصات راكدة او توجيهي سيد احمد ذكرين فقط هذا المشروع هو يتبع قطاع خاص ام قطاع عام احنا هذا المشروع ينفذ بقطاع مع القطاع بقطاع خاص وقطاع عام يعني اللي بنجيبهم من نفس المحافظة يعني من الصندوق التدريب التشغيل التقني ومن مجلس المحافظة يعني التوميل من الحكومة بس المستفيد منه المجتمع المحلي اللي هو الابناء المجتمع المحلي بالاجمال كم عدد من يشتغلون في هذا المشروع الان احنا من الفين وثلتاش لغاية الان حوالي سبعمائة واحد صار متدرب ومتدرب لا اتحدث عن من يعملون ويتقضون نراتهم لا في نقطة مهمة احنا الخريج عندنا لا يعتبر عاطل عن العمل لانه يستطيع في بيته انه ينتج ونحنا نسوق له يعني خريج الفسيفساء عندنا احنا يعني اذا بنتج اي لوحة بيجي احنا بنبيع هذا بالاضافة الخريجين احنا بنجيبهم عندنا كذلك وبنشغلهم لمدة تسع شهور بيشتغل عندنا خاضع للضمان الاجتماعي يعني النقطة اللي بدى اوجهها للاخوان وللكل الان في العالم ما في توظيف العالم كله اسمه تشغيل يعني حتى في دول دول اوروبا ممكن الواحد يشتغل بالسنة ست سبع شهور ويقعد تسمعوا على التلفزيون ويقولك البطال الشهر هذا كانت عشرة بالمية ارتفعت العشرين بالمية فلذلك احنا على نظام التشغيل السنوي يعني ممكن اللي بيشتغل ان يشتغل ست شهور سبع شهور ثمان شهور وهذا البرنامج له من الفين وثلاث عشر ناجح وماشي وشاقال عليه شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك دكتور احمد انتقل الى مشاركة اخرى ايضا كبير السرحان من محافظة المفرق انا عندي مشروع تدوير مخلفات الطعام الى اسمد عضوية بلشت بداية المشروع اخذت دورة ريادة اعمال مع البي دي سي بعد هيك كنت ادور على مانح مشان يعطيني المشروع كنت حابة اعمله على مجموعة شباب بالجامعة فدونا على جمعية العلمية الملكية لانه كان مشروع زراعي منحتنا فوق الى خمس تلاف دينار وعملنا مشروع تدوير مخلفات الطعام الى اسمد عضوية بعد هيك دربنا خمسين مرأة من المفرق على تدوير مخلفات الطعام الزراع العضوية من خلال استخدام الكمبوست يعني مواد غير كيموية مواد طبيعية طيب كم عدد هل البشروع يشغل اشخاص يوظف اشخاص عبير احنا شخصين بس فيه طلاب كانوا يساعدونا ونعطيهم يومية طلاب جامعة طبعا هل لديكم نية لتطوير المشروع بشكل اكبر اكيد هو المشروع صغير بداية له سنتين وحابين نطوروا حابين يكوننا داعمين لهذا المشروع طيب عبير اود ان اسألك عن تعاطي المجتمع المحلي في محافظة المفرق معك كمديرة لهذا المشروع وعند البداية هل وجهت اي صعوبات اكيد وجهت صعوبات انه كيف بنت تشتغل تدوير مخلفات الطعام انه انت تروح على محلات خضرة او سوبر ماركت تطلب منه مخلفات طعام انه بنت كيف تطلع وكيف تجيب وكيف تروح وتجيب معدات وهي الاشي اول فترة كان في مشاكل بعدين الحمد لله رب العالمين شفت شباب معي اشتغلوا وطلعنا وجبنا وبطل يعني ما في عنا صارت انه البنت عيب تشتغل الكرس صار يطلع وصار يشتغلين انا خرجي لي سبع سنين وما لقيت وظيفة ولتجلت لهذه الشركة طبعا شركتي مسجلة باسم عبيري استرحان بغرفة الصناعة والتجارة ورسمية شكرا لك يا عبير نحييك على هذه التجربة وهذا العمل ونتمنى ايضا ان يتطور المشروع بشكل اكبر ساخذ مشاركة اخرى انا صار غازي عايش خشان من سكان الغوار الشمالية انا عمر اثنين وعشرين سنة موليس سبعة وتسعين انا من فصل عن طليقي انا معي بنات ثنتين انا اول من فصلت سيقول كيف دعيش كيف دروح كيف دعمت اشتغل تحطمت نفسي بعدين صرت اعتمد على نفسي بعد تطوير العمل الخطريات العمل هي سند بعد ما اخذت سند صرت كيف اشتغلت بكلاسك اللي هو مصنع اشتغلت بالمصنع اللي هو شهرين بعد ما اشتغلت بشهرين بالمصنع صار زيد لي راتب صار تصرف عبنات صار تصرف عهالي صار تصرف عهلي يعني قوت شخصيتي بعد الشغل هذا اللهم صدر محمد وفتحت اواعي بالمنزل ابيع وحرمات وكزاز وزي هكو اطور بشغلي وطور بحالي صار اللي كي نفهم بالتحديد ما هو المشروع المشروع اللي تقول حاليا مشروع اللي هو بضاعة اواعي وحرمات وكزاز ومخيطة بالمنزل بشتغل حالي وبعتمد على نفسي بعد بعد معاناة كبيرة يعني كانت اول شي حياتي ظلام وبعد الشغل هات صارت هسانور طيب واتمنى كل بنت تعتمد على نفسها وصير تشتغل وما تقول والله ان ظلمت خلاص اوقف يعني صارت انت تنتجين من المنزل هل لديك اي موظفين او اي حد احد يساعدك في هذا الملك في مسألة المخيطة تحديدا والله حاليا انا بشتغل هالساعة لحالي وانا قاعد احاول اطور من مشروعي واطور من نفسي مع الايام ان شاء الله غير اطور المشروع وصير عندي مشغل لحالي وشغل عندي زباين وهيك والوحدة لازم اغضع فيش ولازم شخصة تكون قوية وان ما تروح وان ما تيجي طيب يعني باعتمادك على نفسك سارة لدينا الآن ضيوف رسميين ولدينا من القطاع الخاص يعني اذا كانت لديك اي مشاكل قد تتوجه فيها الى المسؤولين اذا كانت هناك اي صعوبات او اردتي تطوير هذا المشروع بشكل اكبر الصعوبات ان كانت واجهتك في بداية هذا المشروع فعلا اول شي واجهت بالبداية مشاكل كثير بحياتي كيف بدي الوم مصاري كيف بدي افتح مشروعي كيف بدي اطوره بس الحمد لله اشتغلت وعدمت عن نفسي وظليتني مرة مرة ألوم بالمصاري وصارت معي الكمية المطلوبة وجبت اواعي بعد ان جبت حرامات بعد ان جبت كازات صار معي مصاري يعني وهسا قعد احاول اني بكل جهدي انه لوم اكثر عشان انا اطور مشروعي يعني افتح محل بسوق واسير ابيع الناس واسير عندي زباين واسير رأي حط عندي مثلا عمال يشتغلوا معي طيب هل انت بحاجة الى التنويل بشكل اكبر صار في المرحلة القادمة لتطوير المشروع اه بحاجة اكيد طيب تقدمت تقدمت الى اي من الجهات سواء كان صندوق التشغيل والتدريب او كان صندوق التنمية والتشغيل او حتى الله حاليا بعدني حاليا بعدني بس ان شاء الله يعني انه هذا الاشي يساعدنا يعني شكرا لك سارة شكرا لك سأنتقل الان الى ضيوفي الكرام تفضلي سارة شكرا لك كصندوق للتشغيل والتدريب والتعليم كيف يمكن دعم هذه المبادرات بشكل اكبر وما الذي تقدمه الى اصحاب المبادرات احنا كصندوق صندوق التشغيل والتدريب والتعليم وهنا التقنيم منقدم دعم مش لا افراد لمؤسسات مزودي التدريب في القطاعين العام والخاص لتوفير برامج تدريبية للشباب الاردني الباحث عن العمل في المهن التي يطلبها سوق العمل مثلا احنا صندوق تقريبا موازنتنا لهذا العام حوالى ثلاث ثلاثين مليون دينار هذه بتتوزع على ما يقارب واحد جزء منها من درج تحت الاطار الوطن للتمكين التشغيل بحدود واحد وعشرين مشروع منها كذلك في عندنا الباقي المشاريع الفروع الانتاجية اليوم عندنا حوالى تسعة وعشرين فرع انتاجي بين عامل ومتوقع انه يشتغل تحت الانشاء في نهاية العام الحالي او في العام القادم زائد عندنا مجموعة مشاريع بنفذها الصندوق مباشرة من خلال المزودية التدريب او من خلال بعض الجهات التي تقوم بالتشغيل المباشر احنا كصندوق مثلا حاليا نستهدف خلال العام الحالي تدريب ما يقارب ستة عشرين الف باحث عن عمل لتأهيلهم وتمكينهم من اشغال فرص العمل في المتوفرة في سوق العمل نفهمينك سيدة ثمبانوة الصندوق لا يقدم دعم مادي لأشخاص بأصحاب مبادلات لا نقدم قروض ولا نقدم ما نقدم دعم طبعا غير مسترد يعني مثلا لما انا بدعم زي فرع انتاجي الفرع الانتاجي اللي هو عبارة عن فرع لشركة موجودة في مثلا في منطقة صناعية مؤهلة على سبيل المثال في مدينة الحسن او فضليل او في مكان اخر بفتح الفرع هذا خاصة في الخياطة الصناعية حاليا تحولنا لصناعات اخرى بوفر مثلا اربعمائة فرصة عمل هذا تشغيل مباشر يعني بشغل اربعمائة فرصة عمل انا بدفع لهذول الاربعمائة مية وستين دينار شهري لمدة 12 شهر خلال فترة تدريب اللي هي اه 12 شهر اهه هذا جزء انا بتحمل جزء من كلفة تدريبهم خلال هذه الفترة كتسهيل كتسهيل الفرع الانتاج حتى اشجع المستثمر على انه ينتقل من المناطق اللي اللي هي اللي فيها توفر فيها مثلا خدمات بني تحتية الى المناطق النائية طيب يعني في حالة تحتاج اي شخص او اي شاب او او فتاة بلي اه اشخاص مدربين ومؤهلين هل من الممكن ان يقصد الصدوق لتزويده بهم بالتأكيد احنا اي مثلا صاحب عمل او جهة اه عندها فرص عمل ولا يتوفر مثلا او بحاجة انه عماله يدربهم اذا براجعنا احنا ممكن ادي اه نوجهه الى مزود تدريب واحنا نحاول اه نتفق مع هذا المزود التدريب بحيث انه يقوم بيوفرهم برنامج تدريبي واحنا نقدم له الدعم اللازم مثلا اه ممكن اذا فيه بده اجور متدربين كلف تدريبية مواد تدريبية ممكن نعطي مواصلات بدل مواصلات لهذه المتدربين مكافآت يعني زيه حتى نشجعهم على انهم يدخلوا شكرا لك سيد ايثم اذا هذه دعوة لجميع الشباب في محافظات المملكة سواء كانوا متواجدين معنا هنا او حتى في محافظات المملكة التوجه الى الصدوق في حالة الاحتياج الى اي مهارات تدريبية او حتى الى تدريب اشخاص لتوظيفهم في بشاريعهم الخاصة ولربما في هذه المهمة انتم تتشاركون مع مركز تطوير الاعمال فهو يقدم ايضا التدريب والتأهيل اليس كذلك سيدنا نعم نحن نقوم بالتدريب والتأهيل والتدريب ولكن لا نستطيع المساهمة في الرواتب او في بعض الامور اللوجستية فلجأنا الى صندوق التنمية التشغيل ولا صندوق التشغيل والتدريب والتعليم التقني الذي قام بالمهمة بمنح جزء من الحوافز لهذه الجمعيات مثل جمعية الاخت فاطمة الموجودة في الطفيلة يستطيعون ان يتعاملوا مع الصندوق لخلق مزيد من الوظائف بالمناطق المختلفة بالمملكة اللي بدي احكيه انه اليوم شبابنا جلالة الملك برؤيته دائما كان يحكي انه الشباب هنا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة واليوم اللي عمالنا بنسمعه من الشباب انه هذا هو الحل الحل انت حكيت في بداية اللقاء سيدنا انه عنا 600 الف بين 300 الف في دوان الخدمة المدنية و300 الف على مقاعد الدراسة سوق العمل سواء بالقطاع العام الخاص لا يستطيع توفير اكثر من 30 الف الى 40 الف بحده الاقصى من الوظائف فبالتالي الحل الامثل الخاصة بالمحافظات لانه بالمحافظات عدد الاستثمارات قليل جدا وعدد الشركات التي تقوم بالتوظيف عدد قليل جدا ولكن الشباب بالمحافظات عندهم الرغبة بان يبدأوا باعمالهم الخاصة ويعني دليل على كلامه انه موجودين معانا اليوم بما دبوا جايين من الطفيلة ومن معانا ومن جرش ومن الاغوار ومن المفرق دليل انه الشباب بدهم يشاركوا قصصهم مع الشباب الاردن بكل محافظاته رسالة زي اللي حكاها الاخ سامح لكل الشباب انه اعتمد على نفسك وابدأ اشتغل وابدأ احصل على شغل فباعتقادي انه العمل المهني والعمل في القطاع الخاص العمل انه يبدأوا بتأسيس اعمالهم هو الحل الوحيد لحل مشكلة البطانية شكرا لك سيدنا سأعود اليك في تعقيب على القطاع الخاص ولكن بعد ان انتقل الى سيدة كرم الشخان برئيس قسم التمويل في صدوق التنمية والتشغيل فرع مأدبة انتم مختصون في تمويل المشاريع نعم يعني مثل هذه المبادرات ان كانت في محافظة مأدبة ستحدث في منطقة الاختصاص في محافظة مأدبة ماذا تقدمون للشباب الذين يمتلكون افكار لمشروع ومبادرات شبابية قد توفر فرص عمل لشباب محافظة مأدبة تحديدا في البداية طبعا صندوق التنمية والتشغيل هو مؤسسة طبعا هو مؤسسة حكومية معنية بالتمويل سواء كان تمويل للأفراد او تمويل للجمعيات في البداية احنا طبعا بنقدم عدد من البرامج التنمية هذه البرامج التنمية في منها برامج تمولية خاصة بالمهن وفي مثلا في برامج تمولية خاصة لمهن معينة مثلا عندنا برنامج جديد يعني من 2017 كان فيها مبادرة ممتازة للشباب هو برنامج الشباب الباحثين عن عمل وكان فيه برنامج الثاني هو برنامج مهنتي هذول يخصوا الفئة الموجودة برنامج الشباب العطلين عن العمل هو برنامج بختص لأي شب خريج سواء كان خريج دبلوم خريج باكالوريس أو معه مهنة سواء كان مهنية حرافية صناعية أي مهنة هاي طبعا بالوجهة إلى تمويل هذا المشروع تمويل المشروع طبعا الفئة الشباب بتكون بنسبة مش متل النسبة اللي نسبة المرابحة مش متل نسبة المرابحة اللي تقدم لأي شخص بده يفتح مشروع أو بده يطور مشروعه لأنهم شباب مبتدئين بتفتحوا مشروع بنعطيهم نسبة بسيطة أيضا عنا مثلا بنعطيهم ميزة الدعم الفني والتدريب عنا مديرية مختصة في تدريب الشباب على كيف قيام بالمشروع كيف تمويل المشروع إدارة المشروع بشكل عام طيب سيدة كرم يعني في حالة سارة غازي من الأغوار الشمالية كمثال نأخذها هل يمكن أن يقدم الصندوق تمويل لها لمشروعها يعني مشروعها مبتدئ والآن تحاول تطوير هذا المشروع طبعا نحن طبعا نقوم على تمويل المشروع سواء كان المشروع تطوير أو إقامة مشروع من أول لجديد فأيد لجميع التخصصات وجميع المهن يعني صندوق تمو التجريل هو حسب حاجة المجتمع المحلي فبدأ قلون بتمويل جميع التخصصات وجميع المهن طيب بإحصائيات سيدة كرم مبالغ التمويل التي تمنحونها سواء كان في برنامج الشباب الباحثين عن عمل أو حتى مهنتي في محافظة مأدبة كم بلغت الأعداد؟ مثلا نحن كل سنة نخصص مبلغ معين مثلا في 2018 خصصنا ثلاثة مليون لتمويل جميع المشاريع ثلاثة ملايين؟ ثلاثة مليون نعم في 2018 في 2018 أقردناها كاملة بس أفهم في 2016 اللي هو منهم الأخ سامح لشعراء كان هناك في برنامج التشغيل الذاتي الجماعي اللي هو العاطلين عن العمل فهذا البرنامج اتمول بنسبة لماذبة ثمانية مليون فقط لمحافظة ماذبة ولوأذيبان ثمانية مليون اتمول لمشاريع شكرا لك وكانت متابعة لهذه المشاريع بحمد الله هي أكثرية هي مشاريع ناجحة شكرا لك سيدة كرام سنعود من جديد لملاحظات أخرى من الشباب المختلف محافظات المملكة وأيضا للتعقيب من المسؤولين ولكن بعد هذا الفاصل المشاهدين الكرام فاصل أول ونعود لمتابعة النقاش في هذه الحلقة أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من جلسة علنية من محافظة مأدبة نتحدث عن الشباب نتحدث عن المشاريع الرياضية وأيضا المبادرات الشبابية التي شغلت الشباب وأيضا فتحت فرص عمل نتحدث عن الإيجابيات وكيف يمكن للشباب التوجه إلى هذا القطاع قطاع التدريب وإنشاء المشاريع وبالتالي عدم انتظار الوظيفة بشكل عام سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص سنذهب الآن إلى مشاركات مباشرة سأخذ هنا من محافظة إربد أنا اسمي هاجر الجراح من إربد قرية خرجة أنا فشلت بالتوجيه اللي هو الثانوية العامة عندنا بالعيلة اللي فشل بالتوجيه معناته أنه فشل بكل حياته معناته هو إشي مش يعني مش بني آدم أو مش إنسان أو مش هاي لأنه فشل بالتنوية العامة ما صار بالجامعة ما صار إله تخصص معلوم وأنه بدي يشتغل بعد هيك فأنا تقصيرا مني رسبت بالتوجيهي بعد هيك وصبت بإحباط كبير بعدها رحت أخذت دورة مع البي دي سي اسمها سند فتحتني شوي خلتني أفتح أعرف أوجه وين بقدر أروح أنا وين بقدر أشتغل فكرت وعطت أهلي فكرة أنه ليش ما أفتح بقالة منزلية ليش أنا بالبيت أنتو مش بخليني أطلع لبرة بفتح بقالة بالبيت بصر أبيع الناس وأنا بالبيت ما بطلع لأربد ولا بطلع لعمان ولا بشتغل بأي محافظة ثانية أنا بشتغل بالبيت فمرة ناس عارضوا ناس وافقوا الفكرة الأغلبية عارضوا بعدها دعمني بابا وماما وأهلي كلياتهم دعموني يعني عائلتي بابا أعطاني مبلغ رمزي كثير يعني هو خمسين دينار ما بتقدر تفتح فيه مع أني أنا أخذته واشتريت فيه أغراض وفتحت البقالة بالبيت صاروا الناس يجوا علي فيه ناس كانت كثير معارضة بعدما فتحت البقالة وبعدما صرت أنتج منها صاروا هما يجوا يشتروا من عندي ونسوا أنه فكرة العاب للبنت وفكرة هجر ماذا قدمت ماذا قدم لك برنامج سند برنامج سند قدم لي أشياء كثيرة أنا كان شخصيتي كثير ضعيفة ما أقدر أحكي مع الناس ما أقدر أحكي مع حتى مع أي حدا ما بقدر أحكي معه بصير أحكي وأتأتأ وعادي يعني يعني برنامج سند عزز من ثقتك في نفسك في مجال معترك الحياة وبدأت بتخطي وكسر الحواجز لأني أنا بنت قرية يعني وبنات القرى دايما بيكونوا شوية بيكونوا من غلقين عن نفسهم طيب والآن مشروعك كيف يمكن تقييم البقالة المنزلية؟ أنا كل اللي بحارتنا بيمدحوا من البقالة تبعتي وبيمدحوا أنه وسعيها كبريها جيبي مثلا مواد تموينية جيبي غيري أشياء هاي مش عاجبتنا هاي عاجبتنا مرات هما بعطوني ملاحظات عشان يزيدوا من دعمي يدعموني كثير شكرا لك هاجر هل أنت بحاجة إلى دعم أكثر في كل برحلة القادمة؟ أكيد أنا أنا بحاجة لدعم أنا لأني فاتحة بغرفة صغيرة عنا بالبيت فبدي دعم أفتح شوية شغلة أكبر عشان أوسع وصير عندي أشياء كثير شكرا لك هاجر شكرا إذن مثال أيضا آخر لشابة يعني عانت من مسألة الفشل في التوجيه أو رصب في التوجيه وتحدث هذه المخاطر وتحدث أيضا وكسرت الحواجب سنأخذ مشاركة من لواء ذبان الاسم جعفر الكوام لخريط جامعة هاشمية في 2018 صراحة لما تشوف الوضع الاقتصاد بالأردن وخصوصا ووضع الشباب فلتما تقدر تقدم على وظيفة حكومية وللأمان أنا لحده أنا ما وديت ورائق على دوان الخدمة المدنية لأنه ما عندي استعداد أستنى دوري بالدوان الخدمة المدنية فلجأت لموضوع إشيء اسمه المشاريع الخاصة وخصوصا في كل منطقة إلها ميزتها الخاصة في المشاريع تجد لواء ذبان خاصة في موضوع السياحة موقوع السياحة السياحة في الخريطة السياحية وخصوصا مؤخرا جاءت في العاصمة الثقافة أنا عملت صراحة ترخيص مبدئي المنزلي للعمل الحرف اليدوية وكنت دامج بيه الذوي احتجاتها الخاصة طبعا لساعدني بهذا المشروع المؤسسة ما دبغدني للتدريب مثل تنفيذ الرئيس التنفيذي عائشة الحواتمة برضو كمان بادي ذبان الجديدة ساعدتني على إقامة خلينا أوقف على رجلي خلينا نحكي للمشروع هذا لكن تجد صعوبة لما يكون في عندي مثلا سبع أشخاص ضي احتجات خاصة في لواء ذبان فما أقدر أمنهم باص أنه بدي نقولهم على ما أدبع علمهم كيف يعمل حرف يدوية سواء قطع سيسوارات أو قطع فسيغساء فهنا تجد صعوبة يعني الحكومة إذا ما أمنت شغل الشباب فيريتهم أن يكون في جهات خاصة المانحة تقدر تساعد الشباب على تأمين المشاريع الخاصة سواء في التدريب أو برضو التمويل جعفر أعتذر منك هل في بداية المشروع التمويل المادي من أين حصلت عليه؟ هي عن طريق مستماد بغدن شبكتني بمنظمات خارجية أو منظمات هذه المؤسسة هي قطع خاص أم عام؟ لا خاص قيار ربحية طيب قطع خاص هي من وصلك إلى المنظمات المانحة طيب وبالتالي أخذ دعم من هذه المنظمات؟ الآن لا أخذ دعم أنا في صدد إن شاء الله أنه قدمه راقي موافقة مبدئية على أن يتم المشروع مثل شوفوا واقف على الرجله ساعتها يدعمه الآن أنا بحاجة إلى خلينا نحكي عمولات أو ورق حكومية مثل التنمية والتدريب والتشغيل الجهات المختصة لحتى أقدر أساعد أهل العاملين بعد ذلك كم عامل لديك الآن؟ أنا خمسة عشر ست سبعة منهم ذوي احتجات خاصة جميعهم غير مؤهلين للعمل في هذا المجال لا لحد الآن لا أنت تحتاج إلى تأهيلهم وبالتالي العودة إلى العمل لديك في المشروع ومن الممكن أن يتوظفوا في هذا المشروع ويأخذوا مقابل المادة طبعا طيب سنستمع إلى إجابة حول هذا الموضوع شكرا لك جعفر سأخذ مساء الخير للجميع أنا رائد اليزوري مدرس في وزارة التربية والتعليم تفضل في مدرسة الصيف المهنية بحكم أنه أنا مدرسة مهنية فالطلاب جايين عشان يتعلموا منها مهنة وبعد هيك يشقوا طريقهم في الحياة هلأ بعد ما يصير في علاقة بينه بين الطلاب بالسنة الأولى والثانية على أنه أنت بكرة بدك تطلع وتفتح مشروع بتفاجأ أن الطلاب بيحكوا أنه الأهل ما بدهم فالأهل اللي بيعملوا على إحباط الطلاب هم اللي بيعملوا على إحباط الشباب أنه أنا بدي إياك مهندس زي ابن خالتك أنا بدي إياك كذا والطالب بيكون فيه عنده دافعية بس الإحباط اللي بيصير بيصير من قبل أهله فيريت الأهل أنه يكونوا داعمين أنه يشوفوا شو توجهات أبنائهم ووجهوهم للإشي اللي هم بيحبوه لأنه إذا كان أي حدا بيحب الشيء أكيد رح يبدع فيه وللأسف الناس المحيطين لما يجوا يتعاملوا مع الطلاب أنه بدوا يقلد فلان وقلد فلان هلأ الطالب من داخله في عمر التوجيهي وعمر الأول ثنوي عنده دافعية على أنه يشوق طريقه لأنه أصلا هو جاي للمدرسة المهنية عشان يتعلم مهنة بس الشد العكس اللي بيصير من الناس اللي حواليه ومن قبل أهله وأقاربه وأخوانه الكبار هم اللي بيعملوا على إحباطه طيب سيد رائد يعني كمطلع على هذا الموضوع ومسألة معارضة الأهل والمجتمع للشباب هل حاولت تغيير هذه الصورة لدى الأهل من خلال برامج مختلفة طبعا أكيد هلأ بصير فيه عندنا اجتماعات وبندعي يعني أولياء الأمور لاجتماع ومن خلال الاجتماع هلأ في بعضهم بظل يعني متزمت متمسك برأيه وفي منهم لا أنه بقدم تنازلات هلأ اللي بقدم تنازلات بعد فترة بلاقي أنه ابنه شق طريقه وفتح مشروع وصار إنسان منتج بالمجتمع وقلل من نسبة البطالة أنه وظف عنده بعض ناس واللي كان لا أنه أنا بدي ابني يطلع مهندس أوكي اتخرج مهندس بالتصميم والإرادة على أنه يخلص وبعد هيك بتسأله بزيارات لمن يجو يزورون في المدارس والطلاب بعد فترة شو بتساوي والله يبنتظر الوظيفة طب ليش مشقي الطريقة ما يعني ما صار عندي مجال طب ليش ما صار عندك مجال لأنه أبوي ما بدي يعني أشتغل بهذا الشغل طيب يعني هل يستطيع من تخرج مهندس أيضا أن يقدم لمشاريع ريادية وأن يصبح صاحب مشروع بحكم خبرته يعني بانتلاكوا لشهادة مهندس من الممكن أن يفتح مشروع يختص في هذا الموضوع طبعا أكيد هلأ في بعض الناس غير محدد بعمر آه طبعا هلأ في بعض الناس يعني بغيروا تخصصاتهم يعني في مهندسين هلأ قاعدين بيشتغلوا على عادة تدوير الخشب وصار في عندهم إقبال وصار في عندهم إنتاج وقللوا من البطالة وصار عندهم يعني نسي موضوع الهندسة نسيه وصار إنسان منتج بتدوير الخشب وعليه طلب للمزارع اللي موجودة يعني حتى في جميع بقاع المملكة يطلبوا منه شكرا لك سيد رائد شكرا سأنتقل لأخذ مشاركات من معان من معان طيب من معان مرة أخرى من عجلون حنين المومني من قرية سعبين محافظة عجلون أنا خريجة سياحة دبلون ولكن لما تخرجت قدمت لدور الديوان كان دور كثير طويل فاتجهت لدوراتك شتغلت كسيفتي سوبرفايزر في أحد المصانع في المدينة ولكن بسبب المواصلات والبعد عن المنطقة والمنزل تركت فسمعت من أحد زميلاتي أو صديقاتي أنه عن دور سياة الأعمال في برنامج سند أحد برامج مركز تطوير الأعمال بيديسي اتجهت طبعا للدورة في خلالهم حكوا أنهم بأمنوا فرص توظيف وكيف أنه نأسس مشروع لما أخذت أنا الدورة يعني تعرفت كيف أنه إحنا نبدأ المشروع كيف نعمل خطة عمل نعمل دراسة جدوى اقتصادية رتبنا أفكارنا حسيت أنه يعني أنه إذا أنا بفتح مشروع يفيدني أكثر بإني أنا أرجع أشتغل كعاملة أنا بكون صاحبة مشروع وأنا بالمستقبل بوظف ما هو المشروع الذي تقومي عليه؟ المشروع هو منتجات طبيعية من عجلون اسم المشروع حنين للمنتجات الطبيعية موجود على الفيسبوك صفحة بائل طبعا هي فكرة أنه هو أورغانيك منتجات طبيعية من الأراضي الزراعية المحلية اللي هي الزراعة بدون أسمي دي كيماوية طيب هل تشغلين شباب؟ بشغل ولكن يوميات طيب كم عدد المشتغلين فيه؟ ستة شباب وثمان نساء بس بشكل يومية طيب هل أنت بحاجة إلى دعم أكثر؟ أنا أخذي أنا بلشت المشروع كمنحة يعني قدمت على أكثر من منحة وطلعت لي ومباشرة أنه اشتغلنا بيعنا لمجتمع المحلي على طريق الفيسبوك على الإعلان طلعت لدبي طلبيات كانت لدبي المشروع نجح ودخل لفحص الجود الآيزو ولسه لقدام يعني فيه اللي هي صعوبات أو شيء أنه مثلا ترخيص لقدام راح نرخص راح نكبر المشروع نعمل معمل صغير نشغل فيه دائما الأشخاص يعني العاطلين عن العمل شكرا لك حنين المؤمني سأنتقل إلى مشاركة لربما تكون أخيرة هذه المشاركة عذروني سأنتقل لنأخذ من هذه الجهات إذا سمحت شكرا لتلفزيون المملكة شكرا لك أتعرف بك أنا هاني سعدات رئيس نادي مادب لذوي لعاقة أنا أخذت على عاتقي أني أكون سند لذوي لعاقة في مادبا بصراحة لقيتهم هما لا يعملوا وإذا بدهم يستنوا الوظائف الحكومية أو الدولة تقدمنا أي شيء ما راح يقضوا فأنا فتحت بالنادي عندي مركز تدريب الفوسيفساء فعندي 14 طالب بصراحة يعني أنا رأيت ذوي لعاقة لما يطلع للشارع بيستغل يعني يتدرب يعمل فهو يستغل قاعد يعني هما بعطورات بو بس مش لكفاءته فذوي لعاقة يعمل ذوي لعاقة يعمل وبمهنية عادة جدا أنا عندي هاي جزء خامس أو سالس حصة بأعطيهم صاروا صمموا لوحات فهما يستطيعوا فأنا صحيح أحتاج لتمويل فقط لغير فأنا أشكرك جدا أنك أنت فتحت لهذه الفرصة لكي أوصل صوت ذوي لعاقة ومتشكر جدا شكرا لك سيد هالي أتمنى أن تكون رسالتك وصلت بحكم أنك أخذت على عاتقك دعم ذوي لعاقة في محافظة مادة سأنتقل الآن لأستمع إلى إجابات وتعقبات من المسؤولين سأبدأ معك سيد نايف فيما يخص استمعنا إلى مشاريع عدة وكثيرة سواء لهاجر التي كانت إحدى المتدربات في برنامج سند وأيضا جعفر رائد اليازوري وهذه النظرة من قبل الأهل والمجتمع المحلي إلى هذه النوع من المشاريع وتوجه إلى التدريب المهني والتقني كيف يمكن أن نغير هذه النظرة يا سيدي أنا بدي أعود إلى الوراء للشباب قبل ما يولدوا بس الرسالة هاي للأهل سنة 1980 كانت نسبة الفطالة بالأردن 3.9 عدد العاملين بالقطاع المهني كان 87% من الوظائف بالقطاع المهني يعمل به أردنيون اليوم 70% من الوظائف بالقطاع الخاص موجودة في القطاع المهني 2% فقط يعمل منها يعني في ظل وجود 800 ألف وافد بيشتغلوا في 800 ألف وظيفة منها على الأقل 400 ألف وظيفة يستطيع أن يعمل بها الأردنيون في القطاع المهني اليوم القطاع المهني هو أكبر مشغل وكان وأنا ضد ما يقال اليوم أنه فيه ثقافة العيب فيه كثير أشخاص لا يوافقون الرأي ولكن أنا ضد لأنني أنا عمالي بشوف الشباب ومنشوفهم بكل المحافظات الشباب جاهزين يشتغلوا وبدهم ناس يورجوهم الطريق وطبعا التعاون ما بين القطاع العام الخاص يستطيعوا هذول الشباب أنه يبدأوا بمشاريعهم الخاصة خاصة إذا أعطناهم المهارات اللازمة وأعطناهم الطريق للوصول إلى التمويل واحد من الأمور اللي يحتاجوها ولكن الأهم من التمويل يكون عنده السلوكيات والإصرار والصبر اللي يتحملوا فيه أنه يبدأوا بهذه المشاريع ويتحملوا أنه يبدأوا يشتغلوا فيها أنا ندائي للقطاع الخاص أن الشباب بكل المحافظات وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام جاهزون مباشرة لفتح مشاريعهم الخاصة والعمل ولكن ما ننادي به دائما ليس فقط مهم أن نجد وظيفة للشاب أو الشاب يفتح عمله الخاص لأنه الهدف هو أن يكون هناك وظائف الدات ديمومة أو عمل له ديمومة والشيء الوحيد اللي يحتاجوه شبابنا بكل المحافظات تسويق منتجاتهم وهذا التسويق بيصير عن طريق يكون في عنا قوة شرائية والقوة الشرائية موجودة فقط فيه إما في عمان أو في المحافظات الكبيرة مثل العقبة أو الزرقاء أو إربد فالمطلوب من القطاع الخاص في المحافظات المختلفة وهذا شيء احنا اشتغلنا عليه وطورنا عليه مع منظمة اليونسوف مع الوكالة الفرنسية ومع الاتحاد الأوروبي على مشاريع الهدف منها فيه هناك ما يقال بالتنمية الفاليو تشين أو سلسلة القيم كل مؤسسة في الأردن صناعية أو خدمية لا يوجد على الأقل من سبعة إلى عشر مؤسسات صغيرة تستطيع أن تدعمها في المواد الخام أو في الريسورس لو القطاع الخاص تعاون مع الشباب على تأسيس شركات صغيرة وأصبحوا هذول الشركات الصغيرة اللي بيأسسوها الشباب هم مناولين لإلهم نستطيع أن نخلق فرص عمل كثيرة جدا للشباب ملاحظة أخيرة لما حكى سيدنا عن الإبداع والرياد وأفكار الشباب سيدنا لما زار محافظة معان ومادبا والطفيلة والآن ببعض المحافظات أطلق واتشرفنا أن نكون جزء من هذه المبادرة دعم للشباب كرؤية جلالة الملك في إطلاق مبادرات ريادية للشباب في المحافظات الثلاثة أو أكثر من المحافظة هي مادبا ومعان والطفيلة والزرقاء لدعم الشباب إنشاء أفكارهم الخاصة وهذا الشيء الذي أخذناه على عاتقنا اليوم أن هذه الحاضنات نربطها مع الشركات في القطاع الخاص شكرا لك ونشوف كيف نحاول نساعدهم في تطوير شكرا لك دور كبير لربما للحاضنات في هذا الإطار لأنها ستوفر أيضا قاعدة للمركز في عمان لتطوير الأعمال للشباب للشركات الصغيرة وربطها مع الشركات الكبيرة في الأردن لتسويق منتجات شكرا لك سيد ديفس أنتقل إليك سيد هيثم يعني مثال من مادبة جعفر يريد تأهيل لخمسة عشر عاملا للعودة والعمل كيف يمكن أن تصلوا أنتم كصندوق إلى هؤلاء الشباب حتى لو لم يكن الشباب قد تقدم لكم لطلبات نحن حقيقة ندعم بعض الجمعيات أو مزاودي التدريب فيما دفع اللي تقوم بتدريب وتأهيل الأشخاص المعاقين يعني لدينا بعض البرامج وليس غلط لو يعني الأخ يعني إذا عملنا زيارة حتى نشوف شو شو إمكانية إحنا نقدم له دعم لتدريب إذا كان هو عنده المقدرة أو مؤهل إلى أنه يزود بالتدريب يعني لازم يكون عنده اعتماد من مركز الاعتماد وضبط الجودة هذا يعني بعدها ندرس إحنا إمكانية توفير دعم للتدريب عنده يعني أنا أريد أن أشير شغله إحنا عندنا مركزين على مجموعة قطاعات هذه اللي دائما بتوفر فرص زي مثلا القطاع السياحي إحنا ندعم برامج كبيرة في القطاع السياحي فأي شخص بحب يتدرب في مجال القطاع السياحي لو تواصل معنا من وجهه للجهات اللي بتنفذ هذه البرامج عندنا كمان قطاع الإنشاءات قطاع الإنشاءات في فرص عمل مجدية وأتوقع أنه أي شخص برغب أنه يتدرب بهذا القطاع على أي مهنة فيه عندنا فرص لهذه التدريب من وجهه كيف يستفيد منها أيضا القطاع الصناعي مثلا الخياطة الصناعية الخياطة الصناعية يعني فيه يعني بعض المراكز بتدرب على مستوى عالي يعني الشخص اللي بدخل هذه البرامج بيطلع مصمم أزياء بصير يشتغل على مستوى عالمي فلذلك إحنا يعني أي شخص عنده رغبة في أنه يتدرب لو تواصل معنا إحنا منوجهه كيف يستفيد من البرامج اللي مندعمها هل لديكم إحصائية سيد هيثم حول أعداد قد دربتموها خلال الأعوام الفائتة يعني 2018 كم وصل عدد المدربين أو ما قمتم به من مشاريع تدريبية تدريبا يعني دربنا وفرنا فرص تدريب لحوالي 23 ألف متدرب تدريب آه تدريب لأنه إحنا يعني طبعا في منهم مشتغلين كمان بيكونوا يشتغلوا يعني عادة إحنا شرطنا في توفير الدعم لأي جهة مزود تدريب أنه يلتزم بتشغيل 80% من اللي إحنا بندعمهم هل جميع من تقومون معهم بهذه الاتفاقيات يلتزم بهذا المبدأ طبعا أنا أنا بأخذ عليه تعاخدات التزامات وتعاهدات وأنا بشترط عليه إذا ما أحقق التارجد فيه بأخذ عليه كفالة كفالات مالية حتى أنه يلتزم وكون يعني أنا لأنه أنت تعرفوا أن الوضع المادي إحنا في البلد مش فيها السهولة أني أنا أدفع فلوس فقط لغاية أني أنفقها إذا ما جابت عندي مردود أنا بأعتبر أنه هذا المشروع غير ناجح ولن يكرر إحنا كلفة توفير فرصة العمل تتراوح يعني ما بين 1500 إلى 1600 دينار للشخص الواحد يعني أنا لما أدفع المبلغ هذا لازم يكون هو انتهى بنهاية المطاف في أنه أصبح مشتغل وليس متعطل شكرا لك سيد إيثم أنتقل لك سيدة كرم الشيخانبا يعني أيضا في منطقة الاختصاص جعفر عندما لجأ إلى مؤسسة مأدبة جعفر مأدبة غدل التنمية تشغيل وقامت بتشبيكه وتربيطه مع المنظمات الخارجية دوركم أيضا في مسألة التمويل لهذه المشاريع ولو كنتم ستدعمون جعفر في المشروع ماذا ستقدمون له طبعا نحن نمول جميع المشاريع مشاريع لدينا دعم بالنسبة للأخ بالنسبة للهاني هاني سعدات بالنسبة للوسائط النقل موضوع نحن لدينا برنامج لوسائط النقل نحن نمول وسائط النقل لدينا برنامج بغض النظر أنه فتح مشروع ما فتح مشروع فيه بنمول له لوسائط النقل بالنسبة للأخ السعدات على بناء فتح فساء ما هيك طيب هنا هنا فيه موضوعين فيه دعم كدعم سياحي للمشاريع السياحية كون الفتح فساء هي للاقرب طبعا للمشاريع السياحية وفيه كمان ذوق الإعاقات هنا هاي كمان إليها نظرة حتى إليها برنامج دعم بيختلف إن دعم المشاريع فنحن نوفر جميع التنويل سواء كان لمهني أو حرفي أو وسائط نقل أو حتى لو كان المشروع موجود نحن ليس فقط ننشئ المشروع نحن نطور المشروع نفسه فأي واحد أنا بشجع بحكم أنا موجودة بفرع ماذبة أو أي شخص موجود أنا بشجعكم جميعا أنه أي واحد عنده مشروع لا تهاب ما في مشكلة فضل عنا إن شاء الله شو ما بيكون في قدرة ندعمكم يعني هذه دعوة منك لسيد هاني أو حتى جعفر أو حتى أي شاب وشابة من محافظة ماذبة بأتوجه لكم لتقديم الدعم والمساعدة والمؤسسات شكرا لك سيدة كرام في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية هذه الساعة أشكر ضيوفي وسأبدأ بكم عطفة مدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني سيد هيثم الخصونة شكرا جزيلا لك كما أشكر أيضا الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال سيد نايف الستية شكرا جزيلا لك شكرا لكم وأشكر أيضا سيدة كرام الشخان برئيس قسم التمويل في صندوق التنمية والتشغيل فرع مأدبة شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا جزيلا لكم أيضا الشباب الحاضرون معنا من مختلف محافظات المملكة سواء كانت من الجنوب أو من الوسط أو حتى من الشمال شكرا جزيلا لكم لهذه المشاركة إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة